ضيفي في الأستوديو سي فؤاد الحشاني مهندس بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري مرحبا بيك يومك سعيد شكرا صباح النور مرحبا بيك سي لحبيب مرحبا بكافة السادة المستمعين مرحبا بيك احنا شريطنا الساحلي يمتد على 1300 كيلومتر مهم يعني ما شاء الله شتوت والصيد البحري والثروة السماكية مهمة في بلادنا هي الثروة السماكية بصيف عاما هي احدى المكونات الحية للبيئة البحرية مجموعة الحيوانات المائية المختلفة طبعا هذا الكم الكبير من الأسماك يشكل لك يعملك التوازن الطبيعي كما يصير على اليابسة عنا ثروة سماكية مهمة في بلادنا شكرا سي لحبيب وقطاع الصيد البحري معناها قطاع هام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الاقتصادي عنا انتاج وطني حوالي 158 ألف طن خلال سنة 2022 نعم على مستوى القيمة 1453 مليون دينار سنة 2022 عنا الصادرات ب 871 مليون دينار قطاع هام على المستوى الاجتماعي يوفر 50 ألف موطن شغل بصفة مباشرة بحارة وعنا حوالي 120 ألف موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة نعم إذن قطاع هام قطاع لابد من المحافظة عليه سي الحبيب يقول لابد من المحافظة عليه لأن الثروة السمكية اليوم معناها تشهد معناها تقلص فما تراجع لأسباب عديدة لأسباب عديدة نعم نذكرها تبعا نعم هو علاقة التونسي بصفة عامة بالسمك يعني مهمة جدا يعني عنصر مهم في الموروث الغنائي نتعى المواطن التونسي مكون أساسي لعديد من الأطباق التقليدية التي نتوارثها أبا عن جد ولكن في السنوات الأخيرة نقول لك بكل صراحة التونسي أصبح يمشي للسوق يحاوس يتفرج ويروح يعني الأسماك أسوامها ارتفعت هو سيلحبيب معناها كما كنت نذكر لك معناها موضوع معناها الثروة السماكية معناها شهد التقلص السنوات الأخيرة لعدة أسباب يعني تقلص على مستوى الصيد على مستوى المخزون الموجود وبالطبيعة هذا يعني يكون عنده تأثير على مستوى الكميات المسيدة هو أكثر الناس يستهلكوا في القارة الأسيوية أكثر من أي قارة أخرى يبدو لي شوف سيلحبيب أحنا موجودين في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأبيض المتوسط معروف عليه معناها كميات الأزمك اللي فيه معناها قليلة مقارنة بالمحيطات لأنه البلدين اللي هي تطلع على المحيطات انتاجها السامك يكون أكثر صحيح بالضبط سأعود إليك بعد قليل إشهار مهرجين حمامات الدولي في دورته 58 يقدم سهرة الفلامينكو مع توما تيتو الفنين الإسباني وعازف القيتار اللي ساهم في نشر الفلامينكو وأثر وألهم عديد الأجيال ولي نجح في مزج الفلامينكو بأنماط موسيقية أخرى كما الجاز واللاتينو والموسيقى العربية الإربعاء عشر جوليا بمسرح الحمامات تبعى التذكر بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات مدينة الثقافة الشدلي القليبية وعلى موقع المهرجين festivaldochamamet.com إشهار إذن أعود إلى ضيفي سيفؤاد الحشاني مهندس بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري في الوقت الحاضر أشرت في كلامك أنه تراجع على مستوى الصيد والكمية وحتى التصدير بالضبط هو معناها التراجع معناها سيدنا السنوات الأخيرة الأسباب عما مجهود الصيد المفرط على ثرواتنا ومخزونات سماكية معناها فما إفراط معناها في الصيد معناها كثرة عملية الصيد عما الصيد العشوائي بكل أصنافه من صيد بالكيس المحجر صيد في الأعماق القصيرة من طرف مركب الصيد بالجر كذلك صيد في المناطق المحجرة بالنسبة للمركب الشبكة الدائرة لأنه فما أعماق قانونية معينة يجب احترامها إذن فما ناس يصطادوا خلافا للقوانين التراتيب القانونية المعبودية أي يتعاقبوا هذو ما ولا؟ بالقانون يتعاقبوا وتحجزوا سلاعهم فما عقوبات معنا توصل حجز السلاع واليوم أحنا ماذا بنا معناها مقاومة الصيد العشوائي يلزمها معناها التعاطي معها يكون أكثر جدية لأنه اليوم استفعل الصيد العشوائي استفعل برشا ومعناها سلطة الإشراع بالتعاون الأطراف الكل يلزم تتعاطي معناها بأكثر جدية ومعناها بطريقة حازمة أكثر مع الصيد العشوائي لأنه سيلحبيب موضوع المحافظة على الثروة السماكية موضوع مصيري وأهم موضوع في قطاع الصيد البحري لأنه إذا كان من استحفظوش على الثروة السماكية رأوا نجمو منقاه الثروة السماكية للأجهر القادمة هو سي فؤاد الثروة السماكية نلقاها في البحر وكذلك في السدود والوديانة موجود موجود صحيح عمنا معناها نحن نتبرك لنا عمنا صد سيدي سالم صد سعد لهوارب واد ملاق بير مشارقة فما أصنف بحرية وفما أصنف مياه العذبة معناها موجودة في مسطحات السدود وتم صيدة وزادة تخضر ترخيص ومعناها ترتيب معينة وفما فترة تراحة شهرية معناها تمارس أفريل في العام وتخضر ترتيب قانونية موجودة معناها في القانون عدد 13 لسنة 94 منظم القطاع الصيد البحري نعم سيد الحبيب كانت حابة نرجع لك معناها المشاكل معناها متاع الاستنزاب بربي قبل المشاكل حتى السادة المستمعيني يستفيدوا يعني من خلال كلامك بتقديم بعض المعلومات برشة الأسماك ما شاء الله أنواه يعني فما برشة أسماك أنا ما سميهاش تعرض في الأسواق تقريب قد شفما من نوع 300؟ عنا العديد من الأنواع نحكي بصفة عامة مش نقدم رقم معناها معناها الميزة مثل البحر الأبيض المتوسط معناها ما سميه بالفرنسية ملتي سبيسيفيك معناها برشة أسناث معناها نوع تسايد نجي يجيبك برشة أنواع تبارك الله عنا التنوع وعنا النكهة المتوسطية معناها السمك المتوسطي فيه نكه باية تميزه على سمك المحيطات اللي هو يتميز بالكثرة أكثر نموة متاع السمك في المياه البحرية أو كذلك في المياه العذبة هو الأكثرية في البحر في البحر في البيئة العصلية متاعه أي أي فما أصناف تميها بحرية فما أصناف تميها عذبة سي فؤاد فما أسماك أنتع أغنياء وأسماك أنتع فقراء لا لا توسر دينا مثلا متسمي على الناس البسطة شوف سي لحبيب نحن كنتم lagi نتحدث عن الأسماك الكل هي نافعة والكل هي معناها من أحسن معناها البروتيينات الحيوانية صحيح وربما معناها حتى السمك الأزرق الليذكرتم من أحسن أنواع وأغناءها معناها بالمغذيات اللومي جاتروة والمغذيات الغذائية الأسماك معناها متاحة معناها الكل هي نافعة متاحة للناس الكل معناها موجودة في السوق ومتاحة للناس الكل أيها المتاح كيفاش متاحة فالناس ليس بمقدوره أنه يشري ليس الناس الكل يشري والقرن يتمثلا هو الموضوع اللي ثرته سيلحبيب يحيلنا المردودية القطاع مردودية القطاع اليوم القطاع يشهد تقلص المردودية من ناحية تقلص المخزونات البحرية الانتاج قل من شيرة أخرى مقابلة كلفة الانتاج المرتفعة وخاصة المحروقات اللي قادة دي ما تزيد كذلك سيلحبيب المحروقات والأسمدة والأعلاف خاصة المحروقات وما يستحقوا البحر وخاصة زادة معدات مستلزمات الصيد الشباك وغيرها سيلحبيب اللي هي شادة ارتفاع صاروخي في أسعار في السنوات الأخيرة معناها أسوامها ياسر كبيرة هذا ينضف له سيلحبيب يعاني الصيد سيلحبيب هذا ينضف له الأداءات والمعاليم الموثوع المنتوش اللي توصل 12% وتفوق معناها المنتوش الصيد البحري يخضع الأداءات 12% وأكثر اليوم البحر بهذه الثقلة لهذه الكل متاع الكلفة ومتاع الأداءات بطبيعة يحقق مارجة متاعه معقولة نعم يحبط المنتوش متاعه للسوق ولكن انت إذا كان بش تشوف الأسعار رأسي الحبيب فما حلقة مهمة يزمنا نشوفوها مترابطة مترابطة إنه موجودة معناها أي السلسلة هذه فما مراقبة لها؟ نروم الماء يكون فما مراقبة معناها أي من الصلاة المعنية بتبيعها نعم اقتصادنا الوطني يعول على الثروة السمكية على ما نصدر بطبيعة الحال لبعض البلدان هو مثلا الزيت يعني منتوج مهم نصدر فيه وكذلك التمور يبدو لي الأسماك تجي في المرتبة في المرتبة الثالثة بالضبط المرتبة الثالثة من حيث الصادرات الفلاحية بعد زيت الزيتونة والدقلة بالضبط عمنا معناها رقم صادرات كما كنت نحكي لك 871 مليون دينار معناها بأي اتجاه أكثر الوين تمشي أسماكنا؟ أسماكنا معناها لكثيري نصدر للاتحاد الأوروبي نصدر وزادة لبعض البلدان الأسيوية نعم هذا معناها أغلبية معناها زادة بعض الأسواق العربية الخالجية زادة شوية أمريكا الشمالية نعم لجانب الكبير للاتحاد الأوروبي وباقي كل الجهات ويقطك على تلك سي فؤاد قداش تقريب من ألف تونسي يشتغل في هذا القطع 120 ألف هكذا حوالي بصفة مباشرة لما بحارة معناها اللي يبحر ويخرجوا البحر حوالي خمسين ألف وبصفة مباشرة وغير مباشرة معناها كل ما هو تابع القطع والأنشطة اللي عند علاقة بالقطع فمعناها يوصلوا 120 ألف سلاحبيب معناها قطع ما عنده صبغة اجتماعية هامة صحيح كذلك حاجة مهمة موانئ الصيد صحيح عمنا شبكة موانئ الصيد ما شاء الله ممتدة على كافة السواحل 41 ميناء 41 ميناء جملة فهم 10 موانئ صيد أعماق عمنا حكاية 30-31 ميناء صيد ساحلي وعمنا 9 مرافق بالنسبة للحدائق السمكية والأقفاص والمزارع تربية الأسماك موجود نشاط موجود في تونس معناها أخذها تريقوة منذ سنوات ومعناها ينتج وين موجودة مثلاً عمنا أنواع عمنا تربية الأسماك البحرية عمنا تربية خاصة قاروس والورطة في الأقفاص العائمة عمنا معناها أكثر من 25 مشروع أكثرية في الساحل معنا شيئة الساحل بين المستير والمهدية السوسة معناها عمنا زادة نشاط صيد مع تربية الأسماك بالسودود عمنا نشاط تربية القوقعيات أنشطة معناها أخذت الطريقة منذ سنوات ولكن زادة كيف عندها مشاكل سلاح بيب مثلاً مشاكلها مثالة عندنا بالنسبة لتربية الأسماك البحرية الارتفاع كلفة الإنتاج لأن العلفة والفراخ الأسماك نجيبه فيها نورده فيها بالعملة الصعبة وليهي تمثل حتى 80% من كلفة الإنتاج ونحن اليوم ما نشال في المستقبل إذا كان نحقوا الاكتفاء إحنا ننتجوا لعلفة معناها شوية نجيبه فيها نسبة زادة من الخارج إذا كان نوصلوا معناها تناملوا أكثر مع عمل متاع علفة ونزيدوا معناها نعملوا المفرخات ونحلوا المشاكل متاع المفرخات ونقين نعملوا المفرخات نعملوا على رواحنا على المنتوج المحلي ونقصوا مع التوريد هذاك وبحول الله المنتوج معناها تربيط الحياة المائية يولي تنافسي أكثر مع المنتوجات خاصة الأوروبية اللي هي معناها تفوتنا في التنافسية لأنها مدعومة من البلدان الأوروبية والعلفة ينجوها هما والفرخ معناها الفراخ الأسميك ينجوها هما وكوقتها كل فط الإنتاج تقل ويكون منتوج معناها أحسن حسب اهتمامك وشولك في هذا المجال في الصيد البحري فما فكرة تطوير البحيرات في تونس يعني فما خدمة على هذا المستوى البحيرات معناها هي موجودة سيلحبيب معناها وتمر معناها فهى نشاط معناها خاصة نشاط الصيد السيحلي معناها يصير فهى نشطة بصفة عادية معناها سيلحبيب نعم مربوطة بالإنتاج السماكي بالتساقطات المطارية والله هي أكيد هو رهي منظومة كلها مرتابة مربوطة بعضها لأنه الأمطار بطبيعة الحال تنعش السدود بطبيعة الحال والأودية تنعش السدود وتنعش الأودية وبطبيعة معناها حتى معناها في البحر معناها في التعاونة على الملوحة معناها كذلك في السدود معناها فما بعض الأصناف كما مثال الحنشة معناها تعيش في السدود كذلك الصنف البوري الصنف البوري معناها من النوع اللي يعيش في السد في المياه العذبة ولكنه يتكاثر في البحر يعني يجي فتائرات يتنقل البحر بش يتكاثر إذا كان مفميش معناها منسوب بهم تعميةها ومعناها منسوب السدود طالع ومعناها منسوب السدود طالع إيكولوجية متكاملة مربوطة ببعضها وأكيد معناها أنه معناها الأمطار عند الدول وذلك معناها ماذا بين البحث العلمي يزيد يدقق فيه صحيح سي فؤاد حشاني أكثر نوع أو صنف من الأسماك يصدر هو التنة التنة من حيث القيمة يصدر وحكة التنة غالية كذلك هو ما التنة معناها وحدها سردين أغلات وأنا قلت لك سي الحبيب وعرض وطلب عرض وطلب ورهو أي فهمتك منتجاتنا معناها فما راهو نقص فما نقص في الإنتاج الأسباب اللي ذكرت لك الصيد العشوائي استنزيف الاستغلال التلوث البحري معناها فما نقص وعرض وطلب سي الحبيب كما قلت لك راهو المنتج راهو والله يعاني المنتج كلفة مرتفعة المنتج راهو معناه معناه يبيع بسعر الكلفة تقريبا ياخوشي مارجة خفيفة أما يلزمنا نشوفه معناه حلقة مع بعض الإنتاج سي الحبيب هذيك معناها بالحق معناها فهل الإشكاليات يلزمنا نشوفها فهما تناقص في السلحفات؟ السلحفات البحرية معناه هو صنف معناه بحري موجود محني بالاتفاقية الدولية بطبيعة بالقانون الوطني لأنه القانون الوطني يزم يكون معناه إذا كان احنا مساحة تونس مساحة على اتفاقية الدولية يزم يكون القانون الوطني معناه يتبع على اتفاقية ذيك أحنا معناها البحارة متاعنا منضبطين معناه نوصيهم سلحفات البحرية إذا كانت تطلع عنده في الشباك ولا حاجة يلقوا يرجعوا للبحر وحتى كان يلقوا موصابة ولا حاجة فما مركز انتم معالج السلحفات البحرية في المنستير معناه كان هكا يلزوا بطبيعة سنين الأخرى ربما علماء البيولوجيا والإيكولوجيا يلاحظوا تناقصها ربما لتغيرات المناخية سلحبيب ربما كذلك فما منظوء اخلال في منظومة الإيكولوجية لأنه تلوث البحري السلحفات البحرية كما نعرفوا تتخذها إسانسيالما من الحريقة لميديوس إذا كان أنت معناه السلحفات البحرية تشوف ساشي في البحر بلاستيك تتخيله ميدي استكلها ما معناه تموت السلحفات البحرية وهو الساشي شو وصلوا للبحر؟ التلوث البحرية ليه معظلة كبيرة ديما نحكي فيه المواطن دوره دور المواطن ودور الناس الكل مش معقول الناس يمشير لشط وشيخه ويتفرهده ويفطره ويلوحه للساشيات الصالة عون مسبنوا داعش البحرية من للدواعج هذو سلطعون البحر يعني سبب خسائر يعمل الشباك يهاجم الشباك ها نعطيك التفاصيل شوية هو في سنة 2014 البحارة خاصة في خليج جيبس لاحظوا معناها تفاقم الكميات كبيرة في سلطعون البحر في الشباك سلطعون الأزرق السلطعون هذة معناها هو من الأنواع الغازية اللي دخلت من البحر الأحمر جاءت من المحيط الهندي ودخلت يعني هو ديما في هجرة هو في خاصية البولوجية معناها كائن قوي هو تغيرات المناخية وهاجر برشة وقوي وفوق بلاستو كما نقوله في المكان الطبيعي وعليس ما هو داعش لأنه يقطع الشباك لأنه يفسد يقضق يدين البحارة يجرح يدين البحارة ولكن معناها صارت مجهودات من الدولة والله مشكورة صارت خطة بطنية لتلمية لصيد سلطة عون البحر وتحطت معناها أنفولوب وتحطت خطة كاملة وتم توفير الدرين للبحارة واليوم البحارة يستعدوا فيه بالدرين وبالعكس كانت إشكالية اليوم ولا نعمة للبحارة ومورد رسط اليوم نصدره في سلطة عون البحر هذا يدخل لنا في موارد من العملة السعبة والبحارة معناها جانب كبير من البحارة يسترسقوا منه صحيح نعم يعني نسبة كبيرة من البحارة أي لوم أنت منسبة كبيرة تستزرق منه يستعدوا فيه بالدرين ومورد رسط اليوم ما أنت موجود نعم من عند ربي نعم سي فؤاد في كلمتين يعني شنية الأفاق والله إحنا سي الحبيب ما عاش الوقت دامنا ما حكيناش على البرشعة على إشكاليات معناها حكينا معناها احنا على الصيد العشوائي والمشاكل وحكينا على غلاء المعدات غلاء المعدات معناها فما التخطية الاجتماعية فما المنافسة كذلك المنافسة ما بين البحارة يعني أصحاب المراكب الصغيرة والمراكب الكبيرة لا لا سي الحبيب والله ما فيماش مولانس في سراه القانون هو يوضح كل شي القانون أعطاه كل نشاط كل صنف النشاط مجاله يقول لك الصيد بالجرم خمسين متر فما فوق معناها ماذا بينا يحترم الخمسين متر فما فوق باش الصيد الساحلي يلقى نشاطه فكت تحت الخمسين متر صيد بالشباك الدائر يقول لك خمسة وثلاثين متر فما فوق يلزم يحترم مع أنت مجاله باش صيد مثال صيد الساحلي كل نشاط في مجاله وبحول الله الأنشطة كل تتعايش وتخدم على رواحه وكل إنسان يكسب رزقه وقسمه سلاح بي ما هي التغطية الاجتماعية التغطية الاجتماعية سلاح بي هذه حاجة مهمة حاجة مهمة ملف معناه ملف قديم جديد ثقيل وقديم جديد ما صارش معالجة متاعه منذ سنوات يروح مكانه منذ سنوات معناها صارت محاولات الإصلاح ولكن ما ما فماش نتيجة ما فماش نتيجة علش علش لأنه احنا كوقت دراسة مع مركز البحوث لدراسات الاجتماعية في صلب وزارة شون الاجتماعية على أساس نحب معناها ننصلحوا الأنظمة الموجودة ولكن كل مرة يقولون نعملوا في نظام واحد احنا نحب معناها نزوس أنظمة نظام لصغار البحارة معناها عندهم خصوصية نحب معناها أنه الدولة تدعم في الكوتيزاسيان في بلدين مجاورة المغرب مثلا تدعم تعطي جيل بالملكوتيزاسيان البحارة تسيم تعاون في البحارة ماذا بينا معناها الدولة تعاون ماذا بينا معناها السن التقاعد زادل البحار بأن مهنة شقة يتم تخفيض فيه 55 سنة أنظمة معناها اليوم نجو نشوفوه مثلا حبيب متعدة عند النظام العام اقتطاع 26% نسبة كبيرة معناها نسبة للمراكب الكبار لفوق 30 تن عند النظام الفلاحي المتطور معناها المراكب لأقل من 30 تن من 5 هذا أطنين 30 تن يقصوا علىها من نسبة 19 فاصل شوية بالمئة زادة نسبة مشطة رأوا قطاع ملدودية وضعيفة رأوا معناها هذا من يسبك بها إذن أنت كمتخصص ومتابع لهذا الملف تدعو إلى التخفيض ندعو إلى معناها مراجعة الأنظمة نعم لنظام معناها يتلائم مع صغار البحارة نعم الصيد الساحلي وصيدين معناها كل ما عنده علاقة بالصيد الساحلي والتقليدي نظام ماذا يكون مدعوم الدولة سلح بيب يضمن جيراية للبحارة تضمن لو كرامة العيش ما أقلش من الأجر الأدنى الفلاحي ضارب الصين في المئة كل قصص في المئة ما ترد بين فواد رقع فواد بحار فواد ماذا بينا كما قلنا سنتقع ونظام آخر لبقية البحارة وكيف كيف تدخل دولة وتعاون وسلح بيب وماذا بينا البحارة ينتفع بالملفة الاجتماعية لكابتال دو دي سي عليش لا وكل شي بحارة اليوم بحار سلح بيب ويخرج تقاعت ويواصل خدمة مسكيخة الزويل يخط الشيخ وخلي يخف 140 ومتين دينار كي توفى البحارة اليوم يعملوا يعملوا كليك مش عملوا قبرية معناها لو شي أسف هو موجود هذا في برشا قطاعات ماذا بينا الراجعون من الأرض نحيي كل البحارة يتعبوا وبالحق يخرجوا في الطق السعاد متقلب يواجهوا الأهوال البحر جميل ولكن يخوف كذلك سيفوئة حشاني فما أمثال شعبية من الدولة كما الحوت عليك نقول لك الحوت عليك عايش بارك الله فيك سلح بيب وفماك المثال آخر يقول لك نجز على الحوت لأن الحوت حجبه أكيد أكيد والسمكة تبقى ديما مادة غذائية لذيذة أهم غذائيا وصحيا ما خير بالنسبة لك الحم ولا الحوت والله غذائيا الحوت البروتيين في الحوت أحسن من البروتيين في الحم شخصيا معناها شكرا سيفوئة شكرا على استثباتك الحشاني مهندس بالاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري يومك سعيد يومك سعيد شكرا